مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الأول لكن هالمرة كاتب للمراجعة سابقا بالمنهج السابق كان يونت 1 لسن 9 اليونت الأول الدرس التاسع هو عبارة عن مراجعة شال لكلمة لسن 9 يعني شال انه هذا درس واعتبره هو عبارة عن درس للمراجعة فقط نحن نأخذ بإن شاء الله اللي أخذناها باليونت كله ممكن بيه تمارين مهمة اتراجعلي بها باقي مواضيع اليونت قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجي الفيسبوك الاسطابة أحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس بيونت 1 روندوب اليونت الأول المراجعة يقول لي بهذا اليونت في هذا اليونت أو في هذه الوحدة تدربت على أو تمرنت على هذا المواضيع اللي أخذناها أولاً asking for and making suggestions طلب وإعطاء الاقتراحات why don't, will let, what shall we إلى آخر أخذناها بالدرس ببداية اليونت Talking about things you like or dislike التحدث عن الأشياء التي تحبها ولا تحبها مثلاً I love horse riding, I hate gardening إلى آخر describing people with adjectives وصف الناس بالصفات and relative clauses وضمائر الوصل ضمائر الوصل يقصد بيها الwho مثلاً I like helpful people أنا أحب الناس المساعدين I like people who help others أحب الناس الذين يساعدون الآخرين يعني أخذنا بالدرس الخامس أو السادس طريقة التمييز بين الجمل اللي نعبر عبيها عن حب الناس به بأداة الوصل هو أو بدون هو و سنأخذ تمرين اليوم كذلك متعلق بيها وعرفنا كذلك شون يجينا بالمتحان و شون يجعب عنها Saying how long have you done something كذلك أخذنا السؤال بhow long و أخذنا وياها تذكر المضارع التام البسيط و الhow long و ال since و ال for إلى آخره Asking and giving opinions الطلب وإعطاء العراء باستخدام what do you think أو which story is the best هذا مجرد كان النشاط صفي and you have وكذلك تعلمتها Work out the meaning of the new words تعلمنا كلمات جديدة Decided what to put in your magazine شنخلي بالجريدة أو المجلة Answered interviewed questions اللي جابة على سؤال المقابلة إلى آخره كذلك شان نذني أنشطها صفية لكن أخذنا مواضيع قواعدية شرحناها بالتفصيل ببوكتها بالدروس اللي شرحناها و عرفنا شون تجينا بالمتحان و شون نجعب عنها هذا مجرد يوضح لي أنه هذا اليوم تعلمنا بيذني مجموعة من المواضيع القواعدية المتعلقة بالأملاء بالمفردات إلى آخره وراها ننتقل لكتاب النشاط تمرين لقم واحد Write the sentences again Using I like I don't like اكتب أو أعد كتابة الجملة باستخدام أما I like أو I don't like هنانا the I like وال I don't like تستخدم للتعبير عن الأشخاص الذين نحبهم أو لا نحبهم مثلا They tell jokes الذين يقولون نكات أتا تحب الناس اللي يقولون نكات لو ما تحبهم مثلا أقول أحبهم أقول I like أنا أحب إذا تذكرون القاعدة وراها ورا الآي لايك شي يجي يجي الإسم شنو الإسم people أنا أحب الناس يا ناس هو الذين شي يسوون tell يقولون jokes يقولون نكات إذا تذكرون القاعدة I like زائدا الاسم زائدا هو زائدا فعل زائدا تكملة مثلا They love at me يضحكون علي تحب الناس اللي يضحكون عليك لو لا أكيد لا فأقول I don't like أنا لا أحب زائدا الاسم شنو هو الاسم people أنا لا أحب الناس زائدا هم زائدا الفعل اللي هو love زائدا التكملة at me أنا لا أحب الناس الذين يضحكون علي They copy my homework يستنسخون واجبي هم كذلك ما أحبهم I don't like أنا لا أحب people أنا لا أحب الناس أو تقدرون تقولون students الطلاب who الذين copy يستنسخون my homework الذين يستنسخون واجبي البيتي They tell lies الذين يكذبون أما نقول I don't like أنا لا أحب people الناس who الذين tell يقولون lies كذب يقولون الكذب يعني كلامهم بكذب هذا النشاط نشاط صفي أستاذ أنت قلت بسابقا أن هذا الموضوع موضوع مهم بالامتحانة التحريري نعم لكن لا يأتي في هذه الصيغة يأتي مثل الصيغة التي شرحناها بالدرسة المتعلقة بها إذا تحب تراجعون طريقة تعبير عن الأشخاص الذين نحبهم ولا نحبهم بالقناة بالدروس السابقة لذلك ما يجيك في هذه الصيغة يجيك بالطريقة التي شرحناها مع الدرس المتعلق بها ننتقل إلى تمرير رقم 2 write a paragraph with the correct punctuation اكتب هذا المقطع النصي بالتنقيط الصحيح أخذنا قواعد التنقيط وعرفنا شوك تنخلي حرف كبير شوك تنخلي الحرف صغير شوك تنخلي فارسة الاختصار أقواس الاقتباس إلى آخره شرحناها بشكل مفصل بالدروس السابقة مع موضوع التنقيط نانا هالمرة ما منطيني جملة منطيني مقطع نصي كامل يقول لي عيد كتابة هذا المقطع النصي لكن بتنقيط صحيح بالبداية دائما الحرف الأول من الجملة كبير فنورا أبدأ بحرف كبير نورا and دانا دانا اسم الشخص فلازم يحرف الأول منها كبير فستديه الآن wrote stories كتبوا قصة هذا أني ما بيهي شي wrote stories تمام for the class magazine for the class magazine لمجلة الصف بعد لاحظ أننا انتهت الجملة نورا ودانا كتبوا قصص لمجلة المدرسة شأخلي إذا انتهت الجملة أخلي نقطة لذلك أخلي نقطة وورا النقطة الحرف الأول كبير فأقول both الحرف الأول منها كبير both stories كلتا القصتين شبيهن are very good كلتا هما جيدة جدا are very good جيدة جدا هنا أنا غالبا لما نلقى but أخلي قبلها فارزة فأخلي فارزة والفارزة استاذ يجي ورها حرف كبير لا النقطة يجي ورها حرف كبير فالbut تبقى على حالها but the editor says but the editor لكن المحرر says قال إحنا جعلنا قلنا إذا لقينا فاعل و says فاعل و answer فاعل و asked نفتح أقواس الاقتباس وهذا القول اللي قاله المحرر فأقول she can only print one قال هي لازم فقط نطبع قصة واحدة ما يصير القصص مارتكم وثنين عاتهم تنطبع انتهت الجملة الأولى لازم طبعا ورنا ما نصدق واس الاقتباس نخلي نقطة ما نقطة وعلامة السؤال بما أنه بدأت الفاعل فنخلي نقطة وراها which of the girls نخلي نقطة ثانية لأن انتهت الجملة وراها بدأنا جملة جديدة which of the girls stories فأبدي بحرف كبير which الحرف الأول كبير which of the girls stories of the girls stories طلاب هنا نركز وياها girls stories قصص البنات البنات مفرد لو جمع جمع لكن بها s s التملك هم s التملك هم s الجمع إذا أردأ خلي فارزة أخليها قبل ال s لبعد ال s بما أنه جمع أخلي الفارزة بعد ال s فهذه هم تعتبر من علامات التنقية which of the girls stories will be the team choose will the team choose أي من قصص البنات البنات الاثنين سوف يختارها الفريق انتهت الجملة بما أن الجملة بدأت بأداة السؤال إذن أخلي بنهاية الجملة علامة السؤال يا قصة من القصص اللي رح يختارها الفريق I think Nora's is the best Sarah said شوف هنا أنا شو تقول سارة قالت وين القول ما سارة هذا القول ما سارة إذن القول ما سارة لازم أخليه تحت أقواس الاقتباس أفتح قوس الاقتباس أقول I like capital A لأنه بداية الجملة I think أنا أعتقد نورة نورة تعتبر اسم فأخلي الحرف الأول منها كبير نورة ركزوا إياه بها اس التملك أخلي فارزة قبل الاس لأن نورة مفرد نورة is the best أعتقد بأن قصة نورة هي الأفضل أخلي نقطة أصدقواس الاقتباس سارة سارة تعتبر اسم أسوي الحرف الأول منها capital وست قالت سارة وأصدت الجملة بنقطة everyone agreed the capital لأنه بداية الجملة بعد النقطة everyone agreed الجميع وافق فارزة saw لذلك الاسمه capital فارزة لذلك نورة الآن capital لأن اسم وفارزة الاختصار لأن نورة مفرد وأس التملك فأخلي الفارزة قبل الاس نورة قصة نورة will be in the magazine لذلك قصة نورة هي اللي رح تكون على المجلة وبالأخير أخلي النقطة إذن مثل ما طلب من عندي المقطع النصي كلك عدد كتابته باستخدام التنقيط الصحيح اللي أخذناه بدروس سابقة السال هذا مهم كذلك هذا مو مهم لأن بالامتحان ما رح يجب لك مقطع نصي كامل يقول لك أي تنقيطة مجرد جملة عبارة عن سطر واحد ويقول لك أي تنقيطها أو أخذنا بوقت التمرين المهم اللي ممكن يجيك بالامتحان أو مو ممكن أكيد رح يجي من قد نقطة بالامتحان التحريري أما تمرين رقم ثلاثة Work out the messages and write them as full sentences شوف هنا منطيني جمل لكن جمل تلقى ربع كلامها شنو مختصر abbreviation اختصار يقول لك فك الاختصار PLS مختصر معلي please please go to shop هنا لازم نخلي قبل the فأقول to the shop اذهب إلى المحل أنا دا أقول إلى المحل فالthe هي شنو هي التعريف please go to the shop رجعا اذهب إلى المحل I am تقدرون تفكون الاختصار عن I am يصير I am لكن هاي مو ضرورية I am V ال V مختصر مع شنو very I am very hungry أنا جدا جاء هذا التمرين مهم جدا من الممكن يجيب لي أحد هاي الجمل وش يقول لي يقول لي write as full sentence اكتب هاي الجملة كجملة كاملة بعيدا عن الاختصار فالحل أمامكم حاولوا تنقلوه وسجلون على هذا التمرين مهم جدا بالامتحان التحريري do your HW ال HW وخرناها سابقا الاختصار مع شنو my home work do your home work افعل واجبك البيتي I am very ال V مختصر مع ال very tired أنا جدا تعبان هذا ما يخص كذلك التمرين رقم 3 تمرين مهم جدا من الممكن يجيب لي أحد هاي الجمل ويطلب من عندي أني أكتبها بجملة كاملة هذا ما يخص درسنا لها اليوم راجعنا بالمواضيع السابقة اللي أخذناها باليونت وأخذنا بعض التمارين المتعلقة ببعض المواضيع اللي أخذناها خلال اليونت بعض هذه التمارين مهمة وبعضها غير مهم يعني لاحظت أن طالما مقطع نص كامل وطلب من عندي نقطة هذا يعتبر مراجعة للتنقيد لكن مهم بالامتحان التحريري لا هذا غير مهم لكن مجرد يراجع لمواضيع سابقة أخذناها من خلال اليونت لكن التمارين رقم 3 راجع لموضوع الاختصارات ويعتبر موضوع مهم بالامتحان التحريري أنه يمكن يجيب لي أحد الجمل ويطلب من عندي ناعية كتابتها بدون اختصارات ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو السفسار أو وضاقة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون مع الحسابات الموجودة منكم على الشاشة